موسيقى أهلا بكم هل تتنصت هواتفنا على محادثتنا كل الوقت موضوعنا التفاعلي لليوم ماذا تشاركتم معنا ما سبب حرج بريطانيا وما هو رد فعل الناشطين المزيد من قصص العنف الأسري تمتلئ بها السوشل ميديا وغضب المغردين لكن هل هناك تفسير علمي أجوبة وعنوين أخرى في حلقة جديدة من أنتم أونلاين أقديمها مع سجا مرحبا سجا إذن هناك تجارب شاركها الكثيرون ويشاركوها على السوشل ميديا تجارب عديدة تثبت أن المايكروفونات في هواتفنا تعمل كل الوقت هذه الملاحظات والتجارب جعلتنا نضع هذا الموضوع كموضوع تفاعلي لليوم تشاركتم معنا الآراء وأيضا الفيديوهات في حياتنا اليومية عندما نتحدث في موضوع نجد أن الإعلانات على فيسبوك أو إنستغرام أو تويتر أو أي من وسائل التواصل تظهر أمامنا إعلانات عن الموضوع الذي لم نجري بحثا عنه على جوجل أو أي محرك بحثي لماذا يحصل هذا الموضوع؟ هل هناك تجارب حصلت معكم في هذا الإطار؟ الكثير من أن في من كبريات الشركات للسوشل ميديا أنها تبيع معلوماتنا للمعلنين لكن الحقائق تثبت عكس ذلك في البداية هذا الفيديو تشاركه معنا الخبير في أمن الاتصالات والمعلومات حسن اللمع نشاهده سويا مرحبا جميعا من فترة تحت الفيسبوك الوصول لبياناتك الشخصية عبر التطبيقات اللي بتستخدمها على تليفونك سواء أنك كنت تتصفح أي شيء أو تشتري أي شيء أونلاين لعرض دعيات أونلاين كمان جوجل بيستخدم هذه البيانات اللي أنت بتستخدمها بالبحوص أو اللي بتستخدمها عبر المساعدة الشخصية لحتى يستخدمها للدعية وهيدا شيء اللي نحن 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 نحكي عنه بالنسبة للاختراء الشخصي أو الخصوصية وكمان عرضت صحيفة التليغراف من فترة لزوغربرغ هو بيين أنه بيغلق كاميرته ومايكروفونه هيدا بعزز الهدف الفرضية أنه نحن ما لازم نتهاون بهذا الشيء شكرا نعطيكونا خاطمة الكثير من الردود والتعليقات حولها هذا الموضوع لكن قبل أن نتقل إلى تفاعلات المشاهدين معنا على هاشتاغ أنتومونلان لنشاهد ما قاله الصحفي أحمد ياسين عن تجربته الأمثلة كثيرة حول موضوع الإعلانات اللي بتطلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتجارب خاصة خطة بنفسي كانت لا إرادية بالأول أو عفوية بعدها ستتقصد أعمالها وبدع الكل اللي جربها وشغل بلنا صعب تداولوا بأي موضوع عبر الواتس أب أو بأي حديث فيه بقلبه مصطلحات معينة ما ينكونوا بين أي شخص تاني ويكون الهاتف إلى جانبكم تلقائياً حتلاقوا إعلانات عبر الإنستغرام أو عبر الفيسبوك تتضمن نفس المضمون اللي كنتم عم تتواصلوا فيه هذا بيعني أنه سبيكر التليفون قد يكون مفتوح وفيه كيووردز أو كلمات مفتاحية تستخدمها هذه التطبيقات أو هذه الشركات لتوجيه الإعلانات نحو الأشخاص اللي بيهتموا بهذه السلعة أو بهذا المضمون وهذا الشي صار واقع وأمامنا مدع الكل يجربها ويأخذ ردة الفعل بشكل مباشر فاطمة السؤال الذي ترحتي ترحناه على مشاهدينا على منصة إستغرام أيضاً وأجاب الكثيرون هنا تقول صار فاضل أنه صحيح عن إستغرام وفيسبوك يقدمون نفس الأعلانات بطريقة مفرطة عن أمور نحكي عبر واتساب واعتبر أحدهم أن هناك مراقبة للجميع لا شك في ذلك وخديجة تقول أنه حدث ذلك معها خلال مكالمة وبعدها رأت إعلان عن نفس الموضوع. أما على تويتر فعياد ديب يقول أنه حصل هذا الأمر أكثر من مرة حتى من دون ذكر الموضوع شخصياً لا أعتقد أنها صدفة هم يعرفون تفاصيل حياتنا اليومية أيضاً على تويتر كان هناك مشاركات مثل آيات قال أنه حصل معه أكثر من مرة هذا الأمر. يقول هم يعرفون تفاصيل حياتنا اليومية. يقرؤون أفكارنا من خلالها ويعرضون إعلاناتهم. لكن يقول أنه لا أحد يستطيع العودة إلى الهواتف القديمة. يعني الهواتف غير الذكية. بسبب وطيرة الحياة السريعة والحاجة إلى التطبيقات في حياتنا اليومية. يقول أنه الأفضل النحطات محمد علي أو أم علي هذا الحساب يقول يوجد مستشعرات تلتقط الكلام. وكان هناك أيضاً تعليقات على البوست على فيسبوك. يقول أمير أو أبو أمير السالم كلام صحيح. أحياناً يكون يتكلم ويظهر له منشوراً أو إعلاناً عن الشيء الذي يتحدث عنه. ويكون أول مرة يرى هكذا منشور. لكن كيف نحمي أنفسنا وكيف تحمون أنفسكم من التجسس؟ هناك الكثير من الاحتياطات التي ممكن أن نتخذها من أجل ذلك. احتياطات غير محدودة. لكن من أبرزها أولاً مراجعة أدونات التطبيقات أي الساتينجز في فيسبوك. أيضاً ثانياً محو بيانات بحث جوجل الصوتي. ثالثاً وقف تشغيل مساعد جوجل كلياً حيث يعمل المايكروفون على تسجيل كل ما يقال من طرف مستخدم الهاتف. وأيضاً إيقاف النشاط المستقبلي خارج فيسبوك كنقطة رابعة من هذه الاحتياطات. يوجد هذه الخاصية أيضاً النشاط المستقبلي خارج الفيسبوك لجميع التطبيقات ومواقع الويب. نبقى في عالم التكنولوجيا ولكن أنا إلى شركة أبل التي أعلنت فجأة وطلبت من كل مستخدمين آيفون وآيباد أن يقوموا بتحديث أنظمة التشغيل لديهم آيو آس بشكل سريع. وذلك لتصحيح على الفور أخطاء أمنية ربما تم استغلالها. بالفعل كما أعلنت في بيان لها مساء أمس. واستغل هذه الأخطاء بعض القراصنة. الذين ينتظرون أخطاء أخرى للقيام بعملية قارسنة كاملة. الشركة لم تقدم تفاصيل حول الموضوع. فاطمة وقالت أنها تنتظر نتائج التحقيقات حتى تبت بهذا الأمر. ولكن استعجلت مستخدميها ليقوموا بتحديث أنظمة التشغيل لديهم. بيتر علق على هذا الموضوع قائلاً. أنه حال الوقت للتحديث السريع هذه المرة. أبل على علم بتقرير. يفيد بأنه تم استغلال مشكلة لديها بشكل نشط. الآن سننتقل إلى بريطانيا. للأسف بريطانيا تعاني اليوم من أزمة كبيرة بسبب فيروس كورونا. تخطى عدد الوفيات 100 ألف وفات. ظهر رئيس الوزراء بوريس جونسون ليعتذر من المواطنين. ويقول لهم أن الحكومة قامت بكل ما تستطيع القيام به. ولكن هذا الذي حصل. واعتذر عن كل روح فوقدات المشاهد أولاً ما قاله. أنا أحسن أن أدافذك أن اليوم الآن كلام جونسون لم يرضي البريطانيين ولم يقنعهم أبدا فأطلقوا وسم وحملة ضخمة ضده الوسم كان يطالبه بالاستقالة ريزاين جونسون وعديد من الوسم الأخرى كانت تراند مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني وبشف فشل الحكومة بالاستجابة لفيروس كورونا بول جونسون يقول في هذه التغريدة كيف يمكن لشخص ما أن يتحمل مسؤولية الكاملة عن 100 ألف وفات وأن يبقى بنفس الوقت في منصبه الكثير من التعليقات أيضا صبت في نفس الإطار يقول ستيفن أي نوع من الأشخاص هم الذين يتحملون مسؤولية 100 ألف حالة وفات على الهواء مباشرة على التلفزيون الوطنية وما ينتقلون إلى العمل في اليوم التالي ويستمرون في الإضافة على هذا الرقم من دون أن يتحدى من حوله أيضا هيلين صححت لجونسون مقالة قائلة لقد فعلنا كل ما في وسعنا لزيادة ثروة أصدقائنا من خلال منحهم عقودا جميلة وخفت فاتورة المعاشات التقاعدية من خلال عدم حماية الفئات الأكثر ضعفا طبعا عن جونسون أيضا هذه صورة من داخل إحدى جلسات البرلمان والحكومة مع تعليق هنا يفعلون كل ما في وسعهم لمنح أو لمنع انتشار الفيروس مع هاشتاك ريزاين جونسون فاطمة تخيلي أن في نيوزيلندا فقط هناك 25 وفات حتى الآن بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة هذا المغرد قارن بين نيوزيلندا والمملكة المتحدة وقال أن دماء 100 ألف مواطن بريطاني على يديك يا بوريس جونسون وانتشر أيضا بكثافة فاطمة فيديو قارن بين رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردن وبين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وكيف هي رفضت نظرية مناعة القطيع بينما هو شجعها حتى وصلت بريطاني إلى 100 ألف وفات لنشاهد إنه رفضت نظرية مناعة القطيع كان يتحدث عن هرد مطارن بريطاني في نيوزيلن هم لم يكن نظرنا هذا ممكن ونهجنا لا يتنسى أنها لا يت personnel اللون يج Harman لا يمكنك الترابد من الناس لا يمكنك أن تشعر من الناس وهما لا يمكنك الترابد فلا يستطيع البريطان في المنزل هرد م reheتنيفون لذلك أنني زلاني لمينتطالها بلحظت إلى تلع حتى يظهر لذلك شكراً للنوزيلندا وهذه صحيفة الجاردين البريطانية تكرم وفيات كورونا في البلاد من خلال عرض قصصهم في مقال تحت عنوان خسارة فادحة تحية لضحايا الموجة الثانية من كوفيد في المملكة المتحدة ننتقل فاطمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجديد محاولة عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمرة الثانية الجديد أن مجلس الشيوخ رفض محاولة الجمهوريين لوقف المسائلة ستصوت 55 عضوا في مجلس الشيوخ لرفض مطالبة تقدم بها السيناتور الجمهوري راند باول بمقابل 45 شخصا أو عضوا في مجلس الشيوخ دعموا هذه المسائلة والآن انتقلت المسائلة إلى مجلس الشيوخ وستبدأ في 9 فبراير المقبل المحاكمة بول نشر تغريدة على تويتر منتقدة ما حصل وقال فيها أن مجلس الشيوخ صوت عن نقطة النظام الدستوري الخاص به 45 عضوا اتفقوا على أن هذه المحاكمة مزيفة وغير دستورية وهذا أكثر مما هو مطلوب للتبرئة وإنهاء عملية العزل الحزبية في نهاية المطاف هذه المحاكمة ماتت فور وصولها إلى مجلس الشيوخ هاشتاغ أعزلوا أدينو ترامب سرعامة تصدر لائحة للترند في البلاد وشجع على المضي قدما في المحاكمة ومعترضا على تصويت 45 عضوا في المجلس ذهب رايين قال 45 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون صوتوا لإسقاط القضية ضد رجل أرسل حشدا لقتلهم وكذلك كان هذه التغريدة بأنه لا مشكلة لدى هؤلاء مع قيام دونالد ترامب بقتل شرطة الكابيتول مغاردة سألت أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب إلى أي جانب من التاريخ ستكونون عند المحاكمة وهنا نشر أحدهم صورة خلال غزوة الكابيتول لمشنقة معلقة أمام مبنى الكابيتول وعلق عليها بالقول قبل 19 يوما كان هذا على ثلاث الكابيتول هذا لن يزول حتى يحاسب الفتنة والعصيان جرائم أليس كذلك؟ من أيضا الفيديوهات التي نالت الكثير من المشاركات والمشاهدات في الولايات المتحدة هذا الفيديو تحت عنوان أول امرأة نائبة للرئيس الأمريكي تدير القسم الدستوري لأول امرأة تشغل منصب وزيرة الخزانة الديمقراطيون اعتبروا هذا الأمر إنجازا بالنسبة لهم أن تكون امرأتين في هذه المناصب عضوات الكونغرس تشالي بينجري علقت قائلة أنا كبيرة بما يكفي لأتذكر عندما لم تكن عضوات الكونغرس قادرات على القيام بأي شيء في مجلس النواب ومعتبرة أن التقدم يستغرق وقتا طويلا أما أنه فاعتبرت أن هذا صنع التاريخ نبقى في الولايات المتحدة ومحاولة إعلامية جديدة لتشريع دعم كلينتون خلال فترة تسلمها وزارة الخارجية أثناء وجودها في تلك الوزارة لقصد في شرق الفرات في نفس الوقت نظرت تركيا إلى ما سنقوله أيضا بأنه تهديد لها بنات كوباني هو مسلسل لآل كلينتون وابنتها موقع هوليوود ريبورتر ذكر أن الشركة التي تمتلكها هيلاري وابنتها اشترت حقوق رواية بنات كوباني لإنتاج مسلسل تلفزيوني مستوحا منها وتحكي الرواية بأن قصة نساء في صفوف تنظيم وحدات الحماية الكردية حاربنا ضد تنظيم داعش في مدينة عين العرب شمالي سوريا هذا المسلسل أثار غضب أنقرة والتي عبرت عن انزعاج ترجمه تقرير في وكالة الأناضول الرسمية التركية والذي كان عنوانه شركة لكلينتون تنتج مسلسلا عن الإرهابيات في سوريا طبعا فاطمة تقرير الأناضول اعتبر أن الأعلام الغربي عادتها ما يفرد مساحات كبيرة لما قال أن هنا إرهابيات قصد ووحدات حماية الشعب الكردي أما رامي فاعتبر أن ذلك تمهيد الشارع الأمريكي للقيام بزيادة دعم ونفوذ قصد وقدم المزيد من الأراضي في سوريا وأخيرا حسن اعتبر أن الإدارة البيدنية الأوبامية ستبارك إقامة دولة كردية مستقلة في العراق وربما في سوريا أيضا سجل سنتابع بقية مواضيع أنتم أونلاين لكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم مجددا التطبيع التربوي الآن بين إسرائيل والإمارات يلاقي اعتراضا جديدا صحيح فاطمة أعتراض كبير من قبل أميرة إماراتية بعد تغييد لها لقت تفاعلا كبيرا بعد أن علقت على اللقاء الافتراضي بين وزارتين التربية الإسرائيلية والإماراتية لبحث التعاون بينهما الشيخة جواهر زوجة الشيخ سلطان وهو أمير الشارقة والذي يعارض أيضا بدوره اتفاقية التطبيع بين إمارات وإسرائيل قالت مغردة منهجهم توصي بقتل العربي واختصاب أرض العربي أيضا ونالت تأييدا كبيرا هذه التغريدة غنوة تقول هنا معلقة على الموضوع أنها بهذه التغريدة أثبت أنه لا يزال هناك أحرار في الإمارات أيضا هذه التغريدة من عمر نشاب يقول كل الاحترام والتقدير للشيخة الأصيلة بأخلاقها وقيامها وإرثها وشرفها العربي الشيخة جواهر القاسمي على موقفها الشجاع والعادل والمحق الشيخة جواهر أعادت أيضا تغريد تعليق لأحدهم يتحدث فيه عن وزير التربية الإسرائيلي من هو وزير التعليم الإسرائيلي هو أحد الجنرات الإسرائيليين الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل شارك بقتل حسن سلامة في بيروت وقائد عملية اقتحام مخيم جنين والتي أدت لاستشهاد العشورات من الفلسطينيين وعملية عنقيد الغضب في لبنان عام 96 فاطمة إلى كورونا الموضوع الذي يشغل بالنا دائما ولكن هذه المرة من ناحية القلق جميعنا عشنا عاما صعبا جدا حالة إغلاق خسارة وظائف التعامل مع الهواتف ومع السوشيل ميديا طوال الوقت ما سبب حالة كبيرة من القلق الناس بدأوا يتفاعلون حول هذا الموضوع على السوشيل ميديا تحت هاشتاج أو القلق جعلني أصبح ترند أول في أمريكا وفي عدد من الدول الأوروبية وبدأ الناس يعبرون عن ما الذي يقفقهم وعن مخاوفهم جاسي تقول في هذه التغريدة أن القلق جعلني أفرد في التفكير في العديد من المواقف أما كارمن فقالت أن القلق جعلها تفقد النوم تستيقظ في منتصف الليل بسبب الإفراد في التفكير حتى تأتي الساعات الأولى من الصباح وهذه أمي تقول القلق جعلني أشعر بالمرض والتعب لذلك أريد بشدة أن أنام ولكنني لا أستطيع بينما هذا الحساب يقول القلق يجعلني أشك في نفسي أعتذر باستمرار في موقف دفاعي وأفرد في التعويض المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية نشر منذ أيام عدد من النصائح للتعامل مع القلق قبل فترة كوفيد-19 والإغلاقات كالتأمل التنفس بعمق فترات راحة مع التخفيف من مشاهدة الأخبار والاستماع إلى الأخبار المأساوية بالإضافة إلى التخفيف من استخدام الهواتف الذكية دمار واسع خلفه إعصار جديد في ولاية الأباما الأمريكية الذي أسفر عن وفاة شخص وأيضا إصابة آخرين بجروح بالغة واحتجز آخرين تحت الأنقاض جراء هذا الإعصار المميت جنوب شرق الولايات المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي بالتأكيد نشرت الكثير من الصور التي تظهر المنازل والمباني المهدمة وحطام السيارات والطرق المقطوعة فاطمة كيلي نشرت فيديو للأعصار وعلقت عليه بالقول أنه فيديو مفجع من الأعصار خارج بيرنينجهام هذا المجتمع يحتاج إلى الكثير من الحب والدعم وكونر نشر أيضا فيديو من الدمار الذي خلفه الأعصار وقال أن الكثير من العائلات نزحات والعمل جار لضمان سلامة الآخرين كثرت في الأوين الأخيرة حوادث العنف المنزلي العنف الأسري تم تداولها بكثرة على السوشيال ميديا ليس في بلد محدد فحسب بل في جميع أنحاء العالم في البداية هذا الخبر من فلوريدا سلطات فلوريدا ألقت القبض على أمريكية متخصصة في تأليف قصص الأطفال بتهمة الإسائها لأطفالها الذين أطالها بالتبني حيث قامت هي وزوجها بحبسهم في غرفة والإقفال عليهم وحرمهم من الاستحمام والطعام لفترات طويلة وأصيب بعضهم بأمراض حادة في الرئة بسبب سوء المعاملة كان لهذا الموضوع تفاعل كبير على السوشيال ميديا لكن أيضا في لبنان موضوع مشابه نال قصة كبيرة من التفاعل أيضا حادثة جديدة هزة المجتمع اللبناني تفاعل معها الناشطون استنكارا طفل عمره سبعة أشهر تعرض للاعتداء المبرح بالضرب والكسر في الجمجمة ونزيف حاد في الرئس القضاء اللبناني اتخذ قرارا بمحاسبة الفاعلة وهي الأم بحسب البيانات الطفل وشقيقه البكر اعتبر القضاء أنهما معرضان للخطر من قبل والدتهما المسببة بالتعليف ومنعت من رؤيتهم أو رؤيتهما أو التواصل معهما لرؤية رأي العلم في هذا الموضوع كان هذا الفيديو من المعالجة النفسية نورما بيطار أرسلته لبرنامج أنتمعونلاين نتابع بموزن عن هذا معرفتي وديراتي بكامل تفاصيل القصة من ألفها إلى يائها أن الأموم هي غريزة طبيعية وليست مكتسبة وبالتالي ما لنا خيار منرفضه أو منقبله من هون نحن عم نحكي بعيد الحالة بحالة الحادثة أنه هي لمحان حالة مرضية عبارة عن اتراب نفسي عقلي هلأ تتعدد أنواع الاترابات صحيح من ذهان لبرانويا لشخصية سايكوباثية أو حتى لتعاطي مخدرات؟ إنما بكل الأحوال تعددت الأسباب والاحتمالات النفسية والخلفية واحدة اتراب نفسي عقلي مصحوب بانفصال تام وكلي عن الواقع طبعا فاطمة هناك دعوات لعدم التساعل أبدا مع قضايا الاعتداء على الأطفال وذلك لتأمين الحماية الجسدية والنفسية لهم سننهي الحلقة بفيديو من الصين صبي في الصين يضع مفرقات في فتحة مياه الصرف الصحي ما الذي حصل لنشاهد؟ دعوة مفرقات في فتحة مياه الصرف الصحي لحسن الحظ أن لا إصابات مع هذه الحادثة نحن لم يتبقى إلا أن نذكر بمنصات الميادين والتفاق نعم فاطمة كل هذه المواضيع التي تناولناها في حلقة اليوم ومواضيع أخرى كثيرة وتغطيات موسعة لموقع الميادين باللغة العربية www.almayadeen.net طبعا موقعنا باللغة الإسبانية ispanol.almayadeen.net حساباتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وطبعا حسابنا على إستغرام وآن لدى الميادين خدمة الواتساب أيضا شكرا لك ساجة شكرا للموصول للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر